بدأت المرحلة الحاديات عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة حيث تم إزالة التعديات على 933 ألف متر مباني وتسعة آلاف وستمائة وخمسين فدانا زراعيا خلال ثلاثة أيام وأكدت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن عمليات الإزالة مستمرة للقضاء على ظاهرة التعدي على أراضي الدولة ومواجهة المتعدين بقوة القانون كما أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي أن قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية سوف تتعامل بكل حسم مع حالات التعدي لإعادة حق الدولة